بعد أكثر من شهر على تعليق الدراسة في المملكة للحاد من انتشار فيروس كورونا وحتى إشعار آخر التعليق جمل مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية وزارة التعليم استغلت التقنية لمنع انقطاع التعليم وتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة التعليق الدراسة بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفعالية وجودة فيروس كورونا والذي عطل تعليم 80% من التلاميذ حول العالم لم تثني آثاره وزارة التعليم لاستمرار العملية التعليمية بل عملت المدارس والجامعات على استكمالها عن بعد فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف زيادة الدعم في 145 دولة وذلك للإبقاء على الأطفال في إطار التعليم في ظل إغلاق المدارس في جميع أنحاء العالم بسبب انتشار فيروس كورونا بينما يستمر التعليم في المملكة وكأن شيئا لم يحدث نجح يحسب لوزارة التعليم في توفير منصات التعليم عن بعد بكفاءة وفعالية عالية والذي مكن الطلاب والطالبات من متابعة يومهم الدراسي من منازلهم واستمرار عمليتهم التعليمية في أي وقت ومكان من دون أن يكون هناك توقفا ليوم واحد ونتائج وأرقام التعليم عن بعد غير مسبوقة لتستمر المملكة في إذهال العالم في أوقات الأزمات وفي شتى المجالات